لكن أنا عايزة أوصل إنه إزاي أقدر إن أنا أربي بنتي بطريقة صحة وتبقى بتعمل حاجة لنا عايزة وبقى في نفس الوقت صحبتها البالنس دي لإن أنا صحبتي ما تقدرش إن هي تبقى بتديني النصايح أو الحاجات وأنا سمع لها أنا هعمل لنا عايزة في الآخر تتكلمي دائما تتكلمي كصحبتي وأنا هعمل لنا عايزة إنما الأم دائما تبقى عايزة اللي هي عايزة هو اللي يحصل فإزاي أقدر أعمل التوازن ده أول حاجة في التوازن إن أنا لازم كأم أصاحب وأبقى بانية إنه أديها الثقة والأمان بجد مش تمثيل يعني إن الطفلة أو الطفل أو المسن المراقبة بيبقوا مدركين بين الحقيقة والزيف تاني نقطة لازمع بالحدود أنا كلمة بصاحبين هم بيسمعوني فالأم تجيب البنت هي اللي بتحكيلها حتى أنت خطيرة جدا فلما تيجي تقودها في الصح والغلط بتتحولش علاقة صحبية راسي براسك فأنت يعني دايماً بشوف أمهات بتستخدم بناتها في تدخل في العلاقة الزوجية بينها وبين جوزها تعالي عايزة أحكي لك عن بابا النهاردة تيجي ويتفقوا عليك البيت عشان بابا ما يزعقش تيجي نعمل وتتدهي قوي أني بنتها تجدب طيب ما أنت جدبتي قدامها صح يعني ما أنت فإحنا في الأول في الصداقة نعمل حدود أني مش دي صحبتك يا ماما اللي بتسمعني دلوقتي هي دي مش صحبتك أنتي من معاك في المدرسة أنا بصاحبها لكن أنا محافظة على حدودي كأم حدودي كماما لازم لأول أكون قدوة حدودي كماما أني أديها قبول غير مشروط عارفين قبول غير مشروط يعني أنا ماما محبتي ليكي مش هتتغير أنا بكره اللي أنت بتعمليه في كلمة بكره أنا بتعمليه غير ما بكرهك أنا بتدايق بلاش كلمة كرح عشان ممكن تتاخد دي دروقتي أنا بتدايق من اللي أنت بتعمليه مش بتدايق منك فيه فرق أن أنا أتدايق من الفعل غير الشخص فأنا يبقى أول حاجة أفصل أعمل حدود اتنين أفصل وأعمل كلامي يبقى لي معاني واضحة مش إحنا صحاب في الله بينا أدخلها في كل حاجة في حياتي الأمان الأمان أني أنت لما تيجي تحكي لي حاجة مش هفضحك صح دايما الطفل الصحبية أنا ما روحش لصحبي أو روح لماما بعد ما أنا أديها سري وأماني قال آيوة يا تيتا شفتي مفيش حد أعرف غير بس تيتا وخيله وجبه وعمته والجريء ويهو بقى والتوبيخ مستمر عرفين توبيخ مش أنا قلتلك كمان في حتة في الصداقة أو الصحبية لازم ندي مساحة للتعبير إحنا مش بحتاجين ولادنا يتواعزوا كتير يعني هممكن أقول مثلا أنا دايما بقوله في المحاضرات لو أنا بعديها بعد وعجل خبطتني عربية خبطتني فينزل السواق بدل يشوف رجلي متعورة يقولي ازاي تعدي الطريق كده تعالي يعلمك الطريق اتعدى ازاي طب أنا فيه واوة هنا فيه فيه عرضي هنا طب وديني المستشفى الأول فاللي بيجي يحكيلي عن مشكلة أو ألم بيبقى محتاج التواجد ولادنا محتاجين أقولكم جملة التواجد الوجداني يعني إيه التواجد الوجداني؟ أنا بقولها أنا معاكي في الحتة دي أنا موجودة هنا التواجد ده بيساعد لقدامي أنه يتغير وياخد خطوات إيجابية لكن فكرة أني أول ما تحكيلي أبدأ بقى أرفع حاجبي والسؤال سين ما قلت ليش ليه من الأول؟ اثنين أنت مش عارفة أصطح من الغلط؟ أربعة وكذا وده البنت هي بتسمع تحس أن ماما وكيل نيابة فهي دايماً البنات بيبدأوا في الأول يرموا جملة ماما النهاردة أنا ومشي في الشارع قابلني حد سألني وكان لطيف شواء أسجلي تليفون النهاردة وترني جملة وتبقى بصة متراقبة زي المطر المطر هتنزل ولا؟ مطر في الشتيمة هتنزل عليك ولا؟ لو أنا في اللحظة دي قدتها قبول وثقة أنا بحبك محبتي مش هتتغير أنا معاكي في الصحة والغلط أنا هنقول في الحلقة إزاي نوجه في الغلط بس أنا بقول التواجد في اللحظة دي يدي الشخص لقدامك إيه؟ الأمان ولا خدت الأمان هحكي إزاي أمعاكي في الصحة والغلط؟ بص أنا دايماً عايز أقول حاجة إحنا عشان نطبخ أنا هقول أمثلة لستات البيوت ساعد نصبر نحط الحاجة في ملح عشان تنضف بعدها نحطها في حلة بنوطي على الرز عشان يستوي في التربية ما فيش حاجة بتيجي كده لازم أصبر يعني ممكن أنا عشان أوصلها للصح أسكت أربع خمس تيام تواجد وأسمع بس عشان أقدر أقودها إن أنا أقول لها إمتى الصحة والغلط زي ما ينفعش نزرع في أي وقت في السنة ما ينفعش يبقى التوجيه في أي وقت هي وتتكلم لازم أختار التوقيت لازم الأول للبنت تتطلع كل الجواها أسمحها وتحس بالأمان ده بيدي إشارة لمخها أنها تستقبل قبل كل ده أنا هعمل لها بلوك ولو هي شعرت إنها غلطانة مش هتتغير عايزين فيه في علم الإجرام يقول لك وصف المجرم إنه مجرم هيكون مجرم يعني أنا لو عادت أقول لها إنتي كلام سلبي في البداية هي هتعمل بلوك بلوك دايماً البنت المراهقة بتبقى عندها مشكلة إنها مش عارفة تعمل إيه في العلاقة العطفية مش عارفة تعمل إيه هنا فعندها حساس بالعجز فهي محتاجة التواجد والأمان وده هيساعدها إنها تسيب الأمر عشان ماما معايا عشان ماما بتحبني أنا لقيت الحب طب أنا لو هي لقيت مني رفضه كلام سلبي هتعوز الكلام الحلو اللي بتسمع تسمعه من الطرف الآخر طبعاً أكتر سامحين يا مليكة في النقوة لا ما إحنا هنعرف من مليكة بعد الوقت ترجمة نانسي قنقر